ترجمة نانسي قنقر يوم أمس بلغ 1568 حالة التطعيم هذا وتوفر مملكة البحرين خمسة لقاحات بشكل اختياري ومجاني للمواطنين والمقيمين في الوقت الذي سيتم فيه استخدام 300 ألف جرعة إضافية من التطعيم خلال شهر مارس الجاري تأتي هذه الخطوات بحسب وكيل وزارة الصحة ترجمة لجهود المملكة في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ترجمة نانسي قنقر